كما أن زيارة الدولة التي أقوم بها هي تعبير صادق عن التزامنا بالعمل على ترقية علاقاتنا الثنائية التي نولي فيها أهمية أساسية للتعاون الاقتصادي إن الجزائر تتمتع اليوم بمزايا عديدة جعلت منها وجهة استثمارية واعدة في ميادين حيوية كالزراعة والطاقة والصناعات الغذائية والصيدلانية والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات وقطاع الخدمات والمنشآت القاعدية بفضل القرارات والإجراءات التي باشرناها لتحرير المبادرة وفسح المجال أمام المنافسة